قعدت جنب جزء اللي كان بيبكي زي الأطفال وقلت له كل اللي حصل ده بسببك يا عزت كل اللي جرالنا والله جرالنا أنت المسؤول الوحيد عنه أنت اللي ضيعت ابننا بإيدك ولسه بإخواته أكيد هيحصله جاي دلوقتي تعيط بعد إيه بتعيط رفع دماغه ومسح دموعه ورد علي قوام وقال لي لا يا سمح أرجوكي ما تقوليش كده ما تقوليش على بقى الأولاد كفاية مصطفى اللي قطم دهري ردت عليه بكل القهر اللي جوايا قلت له يا ما حذرتك وقلت لك بلاش يا ما وقعت في عرضك وترجتك وقلت لك عشان خاطر ولادنا بتعملش كده لكن أنت حطت صوابعك في ودانك عشان ما تسمعنيش وحطت حجر على قلبك عشان تكتم صوته لو حب يدلك على طريق الحق سكت عزت ورجع للعياض مرة تانية والمراتي أمه اللي ردت عليها بعد إما مسح الدموحة هي كمان ولقيتها بتقولي حرام عليك يا سماع سيبيه في حاله هو يعني كان بيتمنى أنه يحصل كده لابنه وبعد انت قضاء وقدر يا بنتي وعمره وانتهى لحد هنا الله يخليك ما تخليش إحساس الزن بيدمره وكفى عليه حزنه على ابنه البكري ردت عليها وقلت لها طبعا يا حماتي عشان خايفة على مشاهر ابنك عايزاني أسكت واخرص عشان ما أجرحوش ونسى أن اللي راح ده ابننا كمان وكل أم ابنها غالي عليها خلصت كلامي وسبت لهم الصالح ودخلت قودة أولادي صحر ومهام حضنتهم ونيمتهم في حضنه وفضلت مغمضة علي وأنا بناجي ربنا أنه يسامح جوزي وما يعقبهوش في باقي أولادنا وكفايا اللي جارة لابنه خلوني أحكي لكم الحكاية من البداية عشان تعرفوا نقمتنا وخراب بيوتنا وضيع أولادنا بيجي منين وإيه سببه وكمان عشان محدش يفكر يعمل في نفسه كده أنا اسمي سماح متجوزة من سبعتاشر سنة معايا تلت أولاد مصطفى كان خمستاشر سنة وصحر اتناشر واموها بعشرة جوزي عزت كان وازال بيشتغل محاسب في الشركة من سنتين بالزبط كنا أسعد عيلة في الدنيا كان دخل جوزي على قده بس كنا عايشين ومتأقلمين ومزبطين أمورنا وحمدين ربنا وشكرينه لغاية لما جوزي فكر يحس المستوانا بس للأسف الطريقة كانت كارسية لقيته داخل علي في يوم مبسوط ومسك إيديها وقعادني قدامه وقال لي تعالي يا سماح تعالي أخدا يا حبيبتي هنقف ونقب على وش الدنيا وهنتنقل لمستوى تاني خالص انت طبعا عارفة خالد زميلي في الشغل اللي دايما بحكيلك عنه وبقولك إنه فجأة اختنى والنعمة ظهرت عليه هو ما نعرفش بيجيب الفلوس منين النهار ده بقى يا ستي قعد معي وقال لي على السر اللي وصله لكده حكالي سر نعمته والفلوس اللي بتنزل عليه زي المطر سألته وأنا كل في دول النعرف أصله دايما مفيش على لسانه غير صاحبه خالد والنعمة اللي ظهرت عليه هقولت له طب قولي بسرعة السر يا عزت دحك وقال لي السر في البانك يا سماح خطوة جريئة عملها وهي اللي غيرت حياته بسطله بتساول وطلبت منه يفصلي أكتر ولقيته بيقول لي خالد يا ستي جاب كارد من البانك بضمان وظيفته والقارد ده بدأ به مشروعه الصغير وهو أنه يجيب أجهزة كهربائية كاش ويقصتها للناس وياخد هو فرق القصة من الكاش ووحدة واحدة البلية لعبة في قديه وبقى هو نفسه يدي للناس كروت بالفوايد ويسدد قصات البانك والباقي بيوسع بي شغله لغاية ما بقى أكبر واحد يسلب فلوس وكل اللي محتاج يروح له ياخد منه وفرق الفلوس اللي بياخدها معايشه هو أولاده ملوك يا سماح وأنا نويته عمل زيه بالزبط ما هو مش أشتر مني أنا سمعت كلامه وشدت إيديا من بين إيده وقلت له عايز تشتغل مرابي عزت عايز تجيب كروت من البنك بالربع وبعدها تسلف أنت كمان بالربع أنت مش عارف أن الربع خرام وخراب بيوت وأنك رود البنك تعتبر الربع رد علي بمنتهى البرود وقال لي لا مش ربع وكل الناس بتعمل كده وبعدين ده اسمه تمن فك زنقه يعني لما واحد محتاج فلوس يجيلي وأنا فكله زنقته ولما أمره تتشثر أخد منه تمن صبري عليه ده أنا كده بقى بفك زنقه ردت عليه وقلت له دي حجج الشيطان يا عزت اللي وهم بها صاحبك وصاحبك جاي وهمك بيها ويزيل لك الباطل وإنت صدقتها عشان عقلك عايز يصدق اسمع يا عزت الطريق اللي انت ناوي تمشي فيه ده مش هيجيلك منه غير الضمار وأنا مش أسمح لك تصرف علي وعلى أولادي من فلوس حرام انت فاهم ولا لأ سكت وما ردش علي لكن أنا عارفة أن طالما خط حاجة في دماغه هيعملها يعني هيعملها جوزي وأنا عارفة وحفظها لكني فضلت خذره طول الوقت وهو يسكت وما يردش لغاية ما بدأت مكالمته على التليفون تكتر والفلوس تجري في إيده وفهمت أنه عمل اللي في دماغه وجاب الكارت وابتدى يعمل اللي أنا خايفة منه اشتكت لأهله وأهلي عشان حد يشوف لي حل معاه لكن ما حدش كلمه ولا حد اتدخل بالعكس ده فيهم اللي قايت فكرته وكان عايز يشاركه وبعد منقشاته ومشاكل كتير الكل نصحني بإني أسكت وعيش ومخربش على نفسي والزنب هو اللي هيتحمله لوحده بس أنا كنت متأكدة إن الزنب مش هيخلص منه هو بس وأنا وولادي هندفع التمن وسكت وانا حطت إيدي على قلبي ومستنيه يشوف آخر تعمله إيه الفلوس كترت معاه وبدأ يجيب لنا كل حاجة نقصانة وحتى اللي مش محتاجينه بقى يجيبه غيال لنا العفش ونقل الولاد مدارس انترناشنال وأنا ما كانش في إيدي غير الناس تسلم واسكت ومع كتر الفلوس ابتدت المشاكل بيننا بقى عصبي بطريقة صعبة وخدت أنا ما بقيتش استحمل منه نص كلمة ومن بعد ما كنا بنقعد مع بعض نتكلم وندحك بالساعات ما بقيناش طيقين نشوفه شوش بعض الولاد هم كمان دايما خناق مع بعض وما بقاش حد فيهم طيق التاني ودي كانت أول لعنة للفلوس الحرام ومن بعد ما بيتنا كان أهدى وأجمل بيت اتحول لبركان غضب محدش فيه مستحمل حد وفضلنا على نفس الحال سنتين كاملين وكل ده كان مقدور عليه ومتعايشين معاه إلا اللي حصل لمصطفى ابني في يوم زي كل يوم قاعدة بعمل الأكل للولاد اللي ما عاد رجاه ومقرب من المدرسة ولقيت تليفون بيرن رحت ردت عليه وتفاجئت بالمس بتاعت ابني بتكلمني ومتوترة جدا وبتقول لي مادام سماح روح على المستشفى فورا ابنك مصطفى وقع في الفصل وطلبوله الإسعاف أنا سمعت كده ومعرفتش هتلمع على أعصابي فاتصلت بعزة يزبقني على المستشفى لأنه أقرب لها مني وكمان عشان معاه عربية وأنا نزلت أقرب سورة ورحت له وهناك لما وصلت لقيت عزة قاعد على الأرض وبيعيض وقفت مكاني مقدرتش أتقدم خطوة من خوفي حسيت أن اللي خايف منه بيحصل وأن مصطفى ابني اللي هيدفع التمن كان نفسي يطلع إحساسي غلط بس للأسف إحساسي هو الأزدق دايما رفع عزة عيونه علي وكان فيهم حزنه ندم الكون كله وفي اللحظة دي اتحققت أسوأ مخاوفي جريت على الترول اللي طلعوا بي الممرضين وكان علي ابن عمر مضغطي كله بالملايا خضنت وعيطت وبقت تأسف له على أني مقدرتش أمنع أبو من اللي عمله وادفع عنه الأزه اعتذرت له على قلة حلتي وضعفي واستسلامي ودعيت ربنا أنه ما يحاسبوش ويتجاوز عن الحرام اللي أكله لابوه وتغلل جوا جسمه وتغز عليه وبعد ما خدوه مني سألت الدكتورة عن سبب وفاته المفاجئ فقال لي أنه عنده حالة غريبة وندرة بتيجي العدد قليل قوي من الأولاد وهم أنهم يموتوا بدون مقدمات أو أسباب معروفة عند سن البلوغ واسمها العلمي متلازمة كيوتي وهي عبارة عن مرض كامل ما بيكونش معروف وبيسبب الإغماء وتوقف القلب والموت المفاجئ كان نفس أقول للدكتور أن أبوه هو السبب مش المرض النادر أنا عارفة ومؤمنة أنه كل شيء مقدر ومكتوب بس يصدقوني الحرام أخرته ضمار دي نار بتنهج في البطول ودي النتيجة ابني رحمني والندم اللي شايفه في عيون جوزي ولا كان هممني وكان نفسي وقتها أمسكه من إيده ولفي بيع الناس كلها وقلهم شوفوا اللي ضيع ابنه بطمعه وبغباءه شوفوا اللي ما بيسمعش كلمة الحق وبيمشي ورشطانه بيحصل في إيه وبيحصل لعبايبه إيه ودي الحكاية كلها حكاية كارد دمر عيلة اتأكدت من إن الأولاد ناموا وقمت من جنبهم بشويش وجبت شنطة وبتديت ألم هدومي وهدومه سمى عزة صوت الكركبة وفتح باب القوضة وسألني بهدوء بتعملي إيه سماح؟ ردت عليه وقلت له زي ما انت شايفي عزة بألم هدومي وهدومه لدي وهاخدهم وبعد بيهم عنك وعلى عنتك هاخدهم واشتغل وهأكلهم بالحلال يمكن ألحق أخسل بطنهم من الصحة اللي انت أكلته له ويمكن أقدر ألحقهم من مصير زي مصير أخوهم لقيته نزل عني على الأرض ورد علي بصوت مخنوق وقال لي لا يا سماح ما تسيبش بيتك أنا خلاص من النهاردة هسيب السكة دي ومعودتش هدخل على ولادي إرش حرام لا أخد من البنك كروت ولا هسلم بالفايدة هرجع على وظيفتي ومرتبي ونرجع نعيز زي زمان وفلوسي كلها هوديها المشياخت الأظهر وهم يشوفوا هيعملوا بها إيه وهتوبوا ربنا هيقبل تبتي أنا معترف بغلط يا سماح وبقر بزنبي وبعت ذلك لإني ما سمعتش كلامك وصممت على عندي وسلمت ودني لصاحب السوق ومشت ورشتاني عاندت الكل عشان أكسف فلوس خسارتي كانت أكبر من كنوز العالم خلص كلامه وراح على ولاده وقعد جنبه وبصلهم ودموعه نزلته وميل عليهم بسه والندم مال عيونه وبصلي وكمل كلامه وقال أرجوك ما تبعديش عني ولا أنت ولا هم أنا ماليش غيركم في الدنيا وكل اللي عملته ده عملته علشانكم أنا آسف حقكم علي فهمستله بيني وبين نفسي وقلتله للأسف يا عزت في غلط لو عملناه بتضيع مننا حاجات أشد أنوع الندم ما يرجعهاش يري تكفقت قبل فوات الأوان ورجعت ربنا أمهلك سنقتين بحالهم عشان تراجع نفسك وإدك فرصة للتوبة بس للأسف كان مختم على قلبك ودين النهاردة كلنا بنحاسب على غلطتك ابني اللي راح وأنا وخزني عليه وإخواته اللي مش عارفين يا طرى هم كمان حملين لنفس المرض الصامد والله ربنا كتب له من نجاح وفعلا من ساعتها عزة تتغير ورجع لحياته الأولانية وتعلم الدرس أخيرا بس للأسف الدرس كان تمنوا ابننا الكبير أصلي في ناس كده لو ما تواجعتش قوي ما بترجعش عن المعصية ودي يا حبيبي كانت نتيجة الربا وما تفتكروش إنكم عشان ما حصل لكمش حاجة تبقوا كده فلتوا من عقب ربنا لا أبدا ده بيأخركم إلى حين فوقوا فوقوا في المهلة اللي مدهلكم ربنا للتوبة عشان لما بتخلص مش هيفتكم أي ندم ترجمة نانسي قنقر